مجلس الشورى الذي يهدف إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتج عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وتبعاته ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020 وقرر المجلس بالموافقة عليه نداء بالاسم كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة والذي يهدف إلى تغطية النفقات اللازمة المدرجة في الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من سنة المالية 2020 وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتدعياته بعدها ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي والذي يهدف إلى توفير غطاء تشريعي منظم لغطاء التعليم العالي وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم حيث قرر المجلس الموافقة بالإجماع على مرسوم التعليم العالي اليوم المجلس كان عندنا في حقيقة أربعة مراسيم بقابلين مهمة تم مناقشته وتصديق عليها المرسوم بقانون الأول هو إدراج اعتبارات مالية ضافية في ميزانة 2020 لمواجهة الجائحة وكانت من قدار 177 مليون ديار تقريبا والمرسوم الثاني كان متعلق بتحويل مبلغ من حدات الأجيال القادمة بـ 450 مليون دولار إلى لتنويل عجز الموازنة أو لتنويل متطلبات الجائحة بحوال 171 مليون دينار بحريني والمرسوم الثالث كان متعلق بتحويل مبالغ أيضا لتنويل مترتب على الجائحة من دفع رواتب الموظفين البحرين حوالي 50% لمولا ثلاث شهور لتنويل هذه الرواتب من احتياطي العاطرين البند الرابع والأخير نبحث فيه الآن هو موضوع التعديلات تمت على قانون التعليم العالي ترجمة نانسي قنقر